السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي الريفت جاءت الشغل عليه لقيت الماتيريال براوزر من الشغل طيب ايه الحلول اللي انا ممكن اعماله عشان حاجة زي كده اولا من كنت اعمل ري انستول للريفت يعني هتيجي هنا وطوله add core move program وتختار الريفت وتقول له uninstall بس طبعا مش هتشيجه انت بس بتفتح القيمة وبعدها تقول له عن الريفت فهي ببقى يصلح نفسه وسطب الريفت بترنتقل انا هقول له ريفت واختار مثلا تدسك ريفت وقول له uninstall بس انا مش هشيله انا منتظر بس اجيلي رسالة الريفير هي repair or uninstall وتخليه اعمل الريفير بصراحة ده الحل اللي اولا هتقول له repair وتقول له صلح فهيبدأ لو كي منفات نقصة يبدأ يصلح ثاني حاجة ممكن تكون فيه مشكلة فهتبدأ تستطب الortodisk material library وتعمل لها download من الرابط اللي هنا سأسيب لكم الرابط اسفل الفيديو بشاء الله طيب ممكن تكون فيه مشكلة في الجرافيكس كارت فأعمل turn off لويندوز feature on or off وتعمل تكتب turn windows feature on or off وتعمل ديت remove زي ما البشرح هنا وممكن تعمل disable او head into driver للكارتشة بتاعتك هتيجي windows device manager اهوات وبعد كده هتروح لديسبيلية adapter اهوات وتختار graphics card right click properties وبعد كده driver وتقول له disable ده عساسة تتأكد المشكلة من كارت شاشة او لا وبعد كده هفتح المتالية براودر طيب برضو ممكن اهو ممكن تكون المشكلة في الـ display setting in windows فممكن كده ونقول له start setting system display فيبدأ يطلع لنا الهنة ونقدر نغير الـ resolution بحيث نحن نوصل له الحاجة التي تشغل المتالية